مهلا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل ونتكلم عن طبعا جلسات الحوار الوطني وإحنا عارفين أنه فيه ثلاث محاور اجتماعي وسياسي واقتصادي إحنا النهاردة بنتكلم عن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي اللي في الحقيقة بتناقش عدد كبير من الأضايا المهمة في جلسات الحوار الوطني زي الولاية التعليمية والوصاية على المال ودي كلها أضايا بتمس الأسرة المصرية بشكل مباشر الملفت في القضايا دي أنه فيه توافق كبير جدا ما بين المشاركين فيه الجلسات على أهمية هذه القضايا والحلول المطروحة لمعالجتها فخلونا بقى نتكلم عن هذه المواضيع بالتفصيل مع ضفتنا اللي بنورانا النهاردة في الستوديو الأستاذ شريهان القشاوي عضو تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين عشان يعني تناقشنا وتقولنا إيه اللي حصل في هذه القضايا المطروحة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي أهلا بيك يا فندي أهلا بحضرتك أنا عجبني أوي اسم اللجنة الأسرة والتماسك المجتمع والحفاظ على قيم الأسرة المصرية أهمية وجود هذه اللجنة أهمية وجود اللجنة دي بتمقش القضايا بتاعت الأسرة التربط المجتمعي مشاكل الطلاق فيه برضو محور اللي هو الألعاب الإلكترونية وخطر على التماسك المجتمعي فيه اتحط الضف إليها الجزء بتاع الوصايا اللي أصاروا المسلسل في الفترة الأخيرة لكن ما كانش موجود في المحاور الرضحات في المحور موضوع الوصايا ده حاجة مهمة جدا يعني لأن قانون موجود من سنة 52 فبقى له تقريبا 71 سنة يعني فما بيتوافقش مع الفترة الحالية ممكن كان يتوافق قبل كده مع الفترة الزمنية أو الحكبة الزمنية اللي القانون تعمل فيها لأن مثلا هو بيقول القانون بيقول أن بعد وفاة الأب الوصايا بتبقى الأطفال للجد اللي هو أبو الأب يعني اللي توفى زمان ممكن أقول آه ده كان ينفع لي لأن هم مثلا زمان كان بيبقى بيت عائلة ولدوا موجودين الأبناء بيشتغلوا نفس مهنة الأب الفترة زمانية الأم ما كانتش عاملة بشكل زي الوقتي الفلوس كانت مخصصة للأم ساعتها كمان ما تنفعش النهاردة خالص ممكن كانت الأم ما تقدرش تدير فلوس أساسا كانت تربط أسرة ما كانش طبعا التعليم الوقتي الزوجة ما كانتش بتنزل لسؤول عمل زي الوقتي ما عندهش دراية كافة يمكن القانون ده كان يناسب الفترة دي يناسب أن هو قائل جد ملمه والولاده حواليه لكن الوقتي الأسرة مكونة الوقتي لو قلت أسرة يبقى أب وأم وأطفال لكن الجد سواء من ناحية دي أو من ناحية دي عبارة عن مش أسرة عيلة يعني الجد بيدخل في العيلة مش في الأسرة ممكن الوقتي الظروف الحياتية اللي احنا عايشين فيها أكيد مش الزوج والزوجة عايشين معهم في نفس البيت هما في بلد تانية في مدينة تانية الظروف الحياتية اختلفت فأدرى حد الوقتي في الفترة دي الأم هي اللي أضرب بتعلمهم أضرب بالمدارس اللي هم نقلين فيها أضرب حاجات كتيرة جدا طيب والنهار ده عشان طبعا الأم أكيد مش هتروح للجد عشان تقوله أنا محتاجة فلوس معينة يلا نروح المجلس الحزبي نشوف عشان أجيب له كمبيوتر محتاجه في المدرسة مثلا خليني أعرف من حضرتك بقى الأراء المختلفة في الجلسة كتعاملة ازاي هل كان فيه أراء مع ضد؟ آه طبعا فيه أراء مع أو ضد بس عاوز أقولك أن شبه اتفاق أن الوصاية على المال تقول للأم بعد يعني شبه اتفاق على كده طبعا فيه معارضين قالك لا الجد وهي الست ما يبقاش لها وصاية على المال بس فيه مجلس حاسبي برضو هم فيه مجلس حاسبي همش هيدوها المال بتاعة الأطفال هي تتصرف فيها زي ما هي عاوزة فيه مجلس حاسبي بيتابعها بفهوم أكيد بس أنا أقول المعارضين معارضين ليه؟ معارضين على أن هي تنتقل للأم من وجهة نظرهم يقولك لا هو الجد أولى بفلوس ابنه هي تروح ليه طبعا هي ممكن تتجوز تصرف من الفلوس بس هو معروف أن هي لما بتتجوز الوصاية خلاص والوصاية المالية وتقاش معايها تمام بس ممكن بيبقى فيه مشاكل أساسا بين الجد والأم وكمان ممكن في حالة لو فيه حتى طلاق بين الزوج والزوجة وبعدين كده الأب يتوفى فطبيعا هو فيه مشاكل بين أهل الأب والزوجة صحيح يعني كل ده هيدفع تمانها الأطفال طبعا هيزيدوا يتمع لا يتمهم المجلس الحاسبي برضو فيه مشاكل كبيرة أنه هو طبعا بيتعامل الوقت بنفس الطريقة برضو القانون بتاع الهو من 52 أن كل حاجة ورقية ما فيش استثناء لصرف الفلوس من الأطفال غير للطوارق للعملية أو كده لازم كل حاجة بورقات ومستندات احنا في تطور تكنولوجي وفي تطور علمي لازم طالبنا الطلب فيه طلبات كتيرة جدا بعمل خط ساخن لسرعة استجابة طلبات الأم أن يبقى ندخل التكنولوجيا يعني يبقى عن طريق أبليكيشن فتح الحسابات البنكية تبقى في نفس المكان كيفية استثمارها كمان كيفية أه بالضبط المشروع قانون أن يبقى فيه هيئة لاستثمارك أموال القصر لأن طبعا بمرور الوقت بتفقد قيمتها يعني بالذات في الفترة اللي احنا فيها طب إيه المقترحات التانية اللي قدمتوها في الجلسة يعني إيه الحاجات اللي انتوا حابين تعدلوها تاني في قانون الأحوال الشخصية عشان زي ما انتوا قلت كده ما يزيدش الأطفال على يطموهم يطم يعني قانون الأحوال الشخصية بصي هو قانون كبير ومتشعب وفيه فروع كتير جدا هو ما تمش يعني هو من ضمن القوانين اللي كان نفسي يبقى فيها مجال أكبر في الحوار الوطني بس هو يعني محتاج حوار وطني بس لو بنتكلم عن المشكلة دي بالتحضير فيه على فكرة فيه في مجلس النواب مقترح مشاريع كتير القوانين أنا أكتر يعني أحسنهم أو أنا شايفة أن هو أفضل اللي هم المشروع القانوني المقدم من النائبة ناشوة ديب بتتكلم عن زواج القاصرات المشروع اللي هم المقدمة أن يعقب كل من يزوج قاصر دهونا 18 سنة بتتكلم عن تعدد الزوجات أن لو الزوج متجوز واحدة وعاوز يتزوج بأخرى أن هو يقدم طلب للمحكمة والمحكمة بتختر الزوجة الأولى الأولى وليها حق القبول أو الرفض كمان مشكلة الطلاق بالنسبة للحضانة والولايات التعليمية والنفقات بتاعت الأولاد حضانة الأطفال برضو اتطرقت لها حضانة الأطفال برضو هنقول سوة بالوصاية أن هي بما أن الأسرة بتتكون من الأب والأم والأطفال فبرضو قلنا الحضانة لأن الحضانة بتنتقل بعد الأم لأم الأم وبنتدأ أخت الأم بالزبط فإحنا برضو بنطالب أن هي تنتقل بعد الأم للأب لأن برضو في نطاق الأسرة لأن أم الأم برضو ولا لها دراية بتعليم الولاد والفئة العمرية بينها هيبقى فيها جاب بينها وبين تفكير الولاد فبرضو بنطرح أن هي تبقى بعد الأم تبقى للأب بسوة في الوصاية زي الوصاية زي ما الولاية اللي على المال انتقلت من الأب للأم برضو الحضانة تنتقل من الأم للأب طيب ده عظيم جدا بالنسبة للولاية التعليمية الولاية التعليمية مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة جدا في حالة الطلاق لازم الأم تطلع وتقدم وتدخل المحكمة هي قانونا القانون المعدل القانون رقم 126 لسنة 2008 بيقول إن الولاية التعليمية بتقول للأم بعد الطلاق بس بحكم قانوني لازم تروح ترفع قضية قصة كبيرة جدا الفترة دي ممكن المشاكل اللي بين الأب والأم أو الطلاق الأب ممكن بيعمل حاجات كتير بيروح ينقل الولاد مدرسة تانية أقل عشان لما يبقى فيه نفقة وبدون علم الأم يعني هي بتتفاجئ إن الولاد مش في المدرسة ممكن يمنع أن هي اللي تاخد الولاد من المدرسة الفترة دي يقدر يضايحها في حاجات كتير جدا لأن لسه مش معاها الولاية التعليمية وها كمان بتقابل مشكلة في مدرية التعليم لأن لازم برضو بحكم بحكم فلازم تقول مباشرة بعد الطلاق تقول مباشرة بدينا دخول محكمة طب هو القانون بيقول إن هي تقول لها بس ليه بحكم المحكمة طب ما تقول لها طلقائيا بمجرد موجب عقد الطلاق طب أنتو في الجلسة حلتو ازاي المشاكل بتاعت أن الأم لازم ترجع للمجلس الحزبي عشان خاطر تاخد موافقة أعلى كان فيه اقتراح غير طبعا مقترحات مقترح الهوت لاين وأنه يبقى فيه تدخل إلكتروني لكن لغاية ما ده يحصل هل فيه اقتراحات سريعة مثلا دلوقتي لا هم ما قالوش اقتراحات سريعة قالو مقترحات كتيرة منها أنه لازم يبقى فيه نسبة لتصرف الولي أو الوصي التصرف في المال نسبة مثلا 20% حصل حريق في البيت عاوزة لقدر الله دكتور لازم تقدم ورقة والطفل فجأة في المستشفى الساعة 2 بالليل إجراءات صعبة جدا وأنها لازم تروح كل الحاجات دي لازم تتسهل المجلس الحاسبي الموضوع فيه صعب شوية ده فيه مشكلة تانية برضو مهمة جدا في حالة الطلاق إن لو فيه لقدر الله زي ما أنتو قلتي حالات المرض مثلا عملية تعب علاج مدارس الحاجات دي كلها الأم هي اللي بتتحمل نفقتها وبعدين وبعدين تروح تقدم الوراق نرجع بقى نشوف هي عملتها ترجع بقى تقدم ترفع قضية بالقيمة وما بيجيش القيمة كاملة لأنه برضو بيجيش القيمة زهر كتير على السوشال ميديا لفترة اللي فاتت إن فيه ناس بيقولوا من واحدة راح تطلب من المجلس الحاسبي لابتوب البنتها أو أخذوا البنت وقالوا لها هي فعلا ممتك عاوزة تحقيق طبعا طفل صغير تخيله كده بتعرض لتحقيق طفل طب أستاذ الشريهان أنت شايفة إنه إحنا النهاردة مثلا أخذنا خطوة تجاه هذا الموضوع بالتحديد بسبب طبعا دور الدراما الكبير في مسلسل شفنا زيه تحت الوصاية عشان يبقى فيه تغيير وقبل كده كان فيه حاجات تانية طبعا عشان نلاقي التغيير ده أهمية القوى النعمة ودور الدراما في تغيير هذه القضايا المهمة جدا لأننا نتكلم النهاردة أنا مش أتأكد من رقم مستريب نتكلم مليون طفل بيعاني من هذه القضية صح ولا لا تقريبا فدور الدراما إيه في وجهة نظرك وهل إحنا محتاجين نسلسلات عشان نتحرك في قانون أنت تقولي لسه يعني بقى له من الخمس سنات هقول لحضرتك طبعا طول عمر الدراما والقوى النعمة لها تأثير لأن هي بتعكس أرض الواقع بتعكس المشكلات المجتمعية بتظهر بعض السلبيات الموجودة وده دورنا أن إحنا ممكن بتكون بتحط تثبط على حاجة احنا غفلانين عنها أو مش غفلانين عنها بنتكلم فيها بس بتحط بقى نقطة على سبط حاجة معينة قوي يعني مثلا إحنا زي قانون الوصاية ده بنتكلم فيه الموضوع كبير بعد وفاة الأب وصاية ولاية ولاية تعلمية هو حط سبط بيديك ضوء كده على نقطة معينة طبعا طول عمر الدراما اللي هي تأثير قوية لأن هي بتعكس المشاكل المجتمعية عندك مثلا مسلسل فاتين أمال حربي لما ناقش مشاكل الانفصال والحضانة والخناء بين الأب والأم على تربية الولاد مسلسل مثلا زي زي الشمس اللي ناقش زواج القاصرات والعنف ضد المرأة من أيام أريد حلا بتاع فاتين حامل نقول عمر الدراما لها تأثير طبعا قوي وبتناقش أضايق أو بتحط سبط على حاجة بتتفوق كده زي معنى صحة بتفوق المشارع أو بتفوق الشارع للنقطة دي عظيم سوى شرهان فيه نقطة مش عارف انتو نقشتوها ولا لا في لجنة التماسك المجتمعي متعلقة برضو يعني بنفس الموضوع في الأحوال الشخصية في بعض الأوقات الأب بيرفض أن هو يسجل الطفل يعني لما بيحصل مشاكل بيرفض أن هو يروح بنفسه يسجل طفل أو يستخرجه شهادة ميلاد في الحالات اللي زي دي هل مثلا ممكن تناقشوا أصلا قضية زي دي في هذه اللجنة لأن الموضوع مهم يعني هو مش هنقول أنه ظاهرة ومنتشر بشكل كبير لكن في بعض الحالات بالفعل الأطفال يعني أهليهم رفضوا تسجيلهم والدهم رفض تسجيلهم رفض يروح يسجلهم ويطلع لهم شهادة ميلاد فبالتالي الأولاد موجودين والأم مالهاش حق أن يطلع شهادة ميلاد للأولاد هو الموضوع ده ما اتطرحش ما اتطرحش لأن فيه مواضيع كتير تخص الأحوال الشخصية ما اتطرحتش في بس هو طبعا دي حاجة مهمة لكن بكل تأكيد يعني ممكن يعني فكرة فكرة طبعا بشاركنا احنا كمال في الحوار الوطني يعني أنا ما انا قلت لحضرتك من أهم النقاط النقاط اللي أنا كنت محتاجة تطرح في الحوار الوطني اللي هي قضايا الأحوال الشخصية لأن دي نقطة لحضرتك طبعا أنتوا الجلسات لسه مستمرة ولا الجلسة خلاص بتاعت الوصاية لا الوصاية خلاص انتهت بس في حاجات تانية كتير في تعليم في مشاكل طلاق في لعب إلكترونية في حاجات التعليم جامعي في الهوية كمان أنا أعلم في الهوية في حاجات كتيرة جدا بتتناقش يعني عظيم ده خلال الفترة اللي جاي بقى طبعا بنقسمها طبعا بتتقسمها على جلسات كل أسبوع المحور المجتمعي بيبقى كل خميس فكل خميس بيتحط النقطة بيتكلم أو اتنين بيتكلم فيها عن النقطة المعينة وفي الآخر يعني بالنسبة للوصاية احنا خرجنا بتوصيات في النهاية اه خرجنا بتوصيات كتير جدا أولها وأهمها إن تقول الولاية الوصاية للأم على طول طب ممكن يكون في حد بيشوف من الوقت يعني ما مرش بهذه التجربة فمش فاهم قوي فيه فرق بين الولاية والوصاية طبعا فيه فرق بين الولاية والوصاية الوصاية هي بتبقى واصي على الولاية ولي على النفس على نفس على الطفل لكن الوصاية موضوع مختلف بخص المال الوصاية الولاية أشمل من الولاية يعني لو السيدة تقدر أن هي تولى على على أنفس يعني وعلى صحة أطفال وعلى حياة أطفال وعلى سلامتهم يبقى أكيد هي أولا أن هي تبقى كمان يعني ليها التحكم في الأموال لأن هي قادرة واحدة بمصارفهم وقادرة واحدة هما محتاجين إيه ويما هيتطلبوا ويطلبوا منها هي مش هيروحوا يقولوا لجدهم أو لعمهم إحنا محتاجين واحد اتنين تلاتة للمدرسة عايزين كشكولة عايزين كراسة بذات لو كمان الأمة ما بتشتغلش دي بتبقى طبعا أزمة كبيرة جدا أنها تقدر توفر سيولة في الوقت يعني أنه دلوقتي حالة نقدر توفر سيولة لولادي أنهم محتاجين حاجة وفي نفس الوقت حرام يبقى معهم فلوس ومش عارفين يعملوا ده عشان جده ومش موافق أنا رأيي شخصي أن الولاية ما تقولش للأم بصفة مباشرة يعني مباشرة ولا مطلقة مطلقة مثلا ممكن نقدر نقول مطلقة فيه ممكن امرأة غير غير مؤهلة نفسي عن سيئة السم عليها أحكام قضائية فأنا مش عاوز برضو الوصية على المال تقول مباشرة للأم لازم يبقى برضو فيه استثناءات أكيد احنا أكيد من الكلام عن استثناءات وفي حال برضو تزوجة الأم ما يفعلش أن هي تبقى وصية على المال لأكيد معظم اللي قال في الجلسة أنها تقول بصفة مطلقة للأم فأنا في التوصيات اللي أنا كنت كتبها أنها قلت أنها ما تقولش بصفة مطلقة لأن في أمهات في أم بتبقى كويسة جدا وقدرة زي ما احنا بنقول أن هي إزاي احنا نآمن للأم أن هي تبقى وصية على نفس الولاد وهي قادرة وغير بشكل عام مؤمنة على المال مثلا بس ممكن أقولك أن في فعلا أمهات هتقدر أتحافظ على أولادها وعلى تعليمهم بس فعلا ما بتبقاش قادرة على موضوع الولاي على المال أنا عندي بس يعني رجاء مثلا من المجلس الحاسبي مثلا وهو بيشوف التاركة اللي سابها للزوج لو هو شايف أن فيه تاركة كبيرة تسمح لأن أولاده يعيشوا في نفس المستوى اللي كانوا بالفعل عايشين فيه يبقى يكملوا عن نفس الوضع لأنه في بعض الأوقات بيجي الجد يقول لأ نلم إدينا شوية نمسك في المصاريف نعم فبيبتدي ينزل الأولاد من تعليم بطريقة معينة إلى تعليم أقل شوية من مصاريف نادي من مصاريف لبس من كل الحاجات دي حتى من العلاج من المستشفيات بدل المستشفى مش عارف إيه ننزل المستشفى تحت شوية بيبتدي يقلل شوية في المصاريف يعني هو برضو هنفترض حسن النية يعني هو ما يقصدش حاجة واحشة هو عايز يحافظ بس على الفلوس بتاعت ابنه عشان يقدر أنه يعيش أولاده لحد ما يكبروا ويشق أطرهم فلو هم يعني سيبين مبلغ لو والدهم سيبين مبلغ محترم كانوا عايشين أيشة كويسة يسمح بأنه هم يفضلوا في نفس المستوى اللي كانوا عايشين فيه طبعا زي ما تكلمنا من شوية استثمار هذه الأموال أفضل استثمار يعني بأفضل عائد لأن دي أموال قصر هقول حضرتك وجهة نظر في الحتة دي هؤلاء حضرتك وجهة نظر صحيحة جدا لأن الأطفال بقهم هما أصبحوا يتامة هما في مدرسة معينة في لفل معين في لفل معين هو عشان هو بابا توفى هو مش هيقدر يبقى مثلا زي المجلس الحزب يقول له لأ مش هتقدر أخرج المبلغ ده الجد يقول لك طبعا الجد هو المبلغ الوقت انت طبعا انت عارف في الغلاء اللي احنا عايشين فيه فانت لو قلت له مثلا لابتوب بأربعين ولا بتلاتين ألف اني مثلا سيه فهو هيحس ان المبلغ ده كبير جدا صحيح ما بيبقاش عنده الناس الكبيرة ما بيبقاش عندها الاستيعاب ان ده هحطه في لابتوب أو في تاب أو مثلا طفل في قلع ابتدائي وهو في مدرسة الله يولح يقول لك واجبه على الايباد أو التاب يقول لك لا ده عنده سبع سنين ازاي يحتاج حاجة زي ده مبلغ زي ده فهو ما بيبقاش عندهم وليه نخليهم هما في ليفل غير ليفل هما هيحسوا بالنقصة حتى قدام زمايلهم وممكن على فكرة ده يقدل نتيجة عكسية بعدما يكبروا من هما يحسوا من هما اتحرموا من العيشة اللي كانوا عايشين فيها بسبب الاب فياخدوا الفلوس دول ممكن يصرفوها بطريقة مش مظبوطة لو احنا اثرنا او هما حسهم بعد وفاة ولدهم ان هما بقوا اقل من اللي حواليهم وهم معهم او عندهم القدرة المالية اللي تعايشهم في المستوى اللي هما فيه احنا سعداء ان الجلسة دي ترحت في الحوار الوطني لانه ده فعلا حوار بيدور في البيوت المصرية انه دي حاجة من حاجات اللي فعلا تزعل وتحزن وموسطين ان الدراما المصرية اشدت او اشارت على هذه القضية بالتحديد لانه فعلا فتحت لنا عنينا يمكن احنا ما كناش شايفين المشكلة دي او ما كناش حاسين بيها قوي ومشاكل نتكلم على مليون تقريبا مليون او اكتر طفل مصري بيعانوا من هذه القضية فبسطين انه الحوار الوطني طبعا اهتم بيها ونعيشها وكمان كان فيه توصيات من هذه اللجنة اللي ان شاء الله يتم العمل بيها قريبا كل الشكر لك الاستاذة شريهان القشاوي وعضو تنسقية شباب الاحزاب والساسيين على وجودك معنا مشكرك يا فندم شكرا جزيلا لي